تصعيد الحرب بين طرفين نزاع في السودان ينتقل لمراحل أكثر حدة هذه المرة يمس طريقا حساسا ومهما فالجيش الوطني السوداني أعلن أغلاق طريق الصادرات بهدف ردع قوات الدعم السريع عن استخدامه للإمداد أو نقل المنهوبات والمرتزقة على حد وصفه وتوعد الجيش باستهداف أي مركبة تعبر هذا الطريق باعتبارها هدفا عسكريا مباحا ولفهم أهمية هذا التحرك الأخير يجب النظر لأهمية الطرق الرئيسية ومساراتها لأطراف القتال الطريق لإقليم دارفور له مساران الأول يربط العاصمة الخرطوم وولاية نيل الأبيض وأقليم كردفان ثم يصل أخيرا إلى دارفور هذا المسار يقع تحت سيطرة الجيش الوطني ويضمن له إيصال المساعدات الخاصة به دون اعتراض الدعم السريع كما تصل عبره مساعدات الدول والمانحين للمواطنين بعد أن تحط في بورت سودان أما المسار الثاني فهو الذي تم إغلاقه يعرف بطريق الصادرات وهو طريق محدث ومختصر يربط الخرطومة بكردفان ودارفور يمثل أهمية استراتيجية كونه ينقل سلعا رئيسية مثل الصمغ العربي هذا المسار لا يقع تحت سيطرة الجيش الوطني ولذا قرر إغلاقه كونه يمثل أهمية استراتيجية لقوات الدعم السريع ويربطها بإقليم دارفور وبقاء هذا الطريق تحت عهدتها يعني توفير خط أمداد متصل وآمن من غربي السودان ومن ناحية المعارك العسكرية يرتبط القرار الأخير للجيش السوداني بالدور الذي لعبه هذا الطريق منذ بداية الحرب إذ استخدمته قوات الدعم السريع بهدف تقييد حركة الجيش عبر محاصرة مدينة الأبيض شمالية كردفان وشن الهجمات على ولاية النيل الأبيض روان حمزة العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر